الصلاة لها أربعة عشر ركنا وبين الشيخ رحمه الله فيما تعلق بالركن أن الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا الركن يبطل به العمل ولا يسقط على الإنسان لا بالسهو ولا بالجهل ولا بالعمد وأخذ يذكر الأركان قال تكبيرة الإحرام قبل تكبيرة الإحرام ثم ركن وهو القيام مع القدرة القيام مع القدرة كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وفي حديث المسيء صلاة قال إذا قمت إلى الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فإذا من أركان الصلاة القيام مع القدرة وهو ركن يسقط بالعجز غير من أركان تسقط أيضا بالعجز فالقيام مع القدرة هنا أنبه على أمر لابد من التنبيه عليه الآن بعض المصلين يدخل من باب المسجد ماشيا ويتجه إلى المكان الذي فيه الكراسي ويأخذ كرسيا ثم يأتي ويختار له مكان ويجلس ويصلي جالسا ويصلي جالسا ولما تنتهي الصلاة يأخذ الكرسي ويمشي وربما لو رأى رفيقا له وقف معه وتحدث عنده قدرة على القيام عنده قدرة على القيام فالقيام مع القدرة هذا روكم من أركان الصلاة ما تصح الصلاة إلا به ما تصح الصلاة إلا به فإذا قال عن نفسي إنه كبير يقال له كبر قائما الآن أنت جئت تمشي وحملت الكرسي ووقفت قليلا تتحدث ربما مع شخص ثم تجلس وتكبر وأنت جالس كبر قائما ابدأ الصلاة بالقيام وإذا أحسست أنك ما تحتمل أن تستمر على القيام اجلس لا يبدأ الإنسان صلاته بماذا بالجلوس مع قدرته على القيام أذكر مرة في هذا المسجد أحد الأشخاص صلى الصلاة المفروضة الصلاة المفروضة صلىها كلها جالس وصلاة الجنازة صلىها قائم صلاة الجنازة لما نودي إلى الصلاة الجنازة قاموا صلىها قائم وأردت أن أتحدث معه إذا به رجل أعجم ما يعرف العربية استعملت الإشارة ما التفت يمينا ويسارا أريد أحد يترجم ما وجدت أحد صلى الفريضة كلها كاملة جالس ولما نودي إلى الصلاة الجنازة قاموا صلىها كاملة قائمة فمن أركان الصلاة القيام القيام مع القدرة